احنا كنا اخذنا اي بي فيرجين فور قبل كده عرفنا ان هو بيتكون من اربعة اوكتت يعني مثلا مية اتنين وتسعين دوت مية تمانية وستين دوت واحد دوت عشرين مسر فكان بيتكون من اربع حاجات كل حاجة فيهم اسمها اوكتت والاوكتت الواحدة كنا بنكتب فيها قيم ما بين السفر والمتين خمسة وخمسين طيب ده كده كان بالنسبة لآي بي فيرجين فور بعد كده لقوا ان الاي بي هات بدأت تخلص واخترعوا بقى حاجة اسمها ناتنج وبرايفت اي بي رنجات تبقى برايفت متخرجش على الانترنت وعشان تخرج على الانترنت لازم يحصل لها نات ان هي تتحول للبابلك اي بيز والكلام ده كله وبدأوا يعملوا آي بي فيرجين سيكس وده كان في التسعينات غالبا كانت سبعة وتسعين وهم بدأوا يشتغلوا بآي بي فيرجين سيكس طيب آي بي فيرجين سيكس هو عبارة عن ثمانية جروبز وبيتكتب بالهكسا ديسيمل يعني هو مثلا بيبقى بالشكل ده هادي كده جروب اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية فهو بيبقى بالمنظر اللي قدامنا ده ده كده جروب اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية جروبز كل جروب بيتكون من اربع خنات وكل خانة بتتمثل فيه اربعة بيتس هل؟ فيبقى عندنا هنا كده دلوقتي كل جروب من دول هو فيه اربع حاجات او اربع خنات الخانة الواحدة باربع بيتس يبقى ستتاشر بيت يبقى الجروب الواحدة هي عبارة عن ستتاشر بيت طيب هو تمانية جروبز في ستتاشر بيت هيدينا مية تمانية وعشرين وده كده حجم الاي بي بتاع اي بي فيرجن سيكس وعشان اعرف الاحتمالات بتاعته انا كنا اتفاقنا ان عشان اعرف الاحتمالات بنعمل اتنين قص الرقم بتاعنا فلو فتحنا الكالكيليتر كده وخلناها وجربنا نكتب اتنين قص مية تمانية وعشرين هتلاقي تدينا الرقم ده فده كده عدد الاي بي هات او الحد الاقصى للاي بي هات جوه فيرجن سيكس فرقم ضخم جدا طيب طيب المنظر ده هو كبير جدا فبدأوا يعملوا حاجات عشان يقللوا شكله شوية او يبقى بشكل ابسط يعني يحاولوا يبسطوه الناس كانت اتواخد على الاربعة اوكتت بس واللي هو مثلا اي بي بقى عشرة حداشر مية مية وعشرة وبتتلغبط فيه فما بالك بقى بالرقم الكبير قوي ده فبدأوا يعملوا كزا حاجة عشان يقللوا شوية فاول حاجة بيقللوا بيها قالنا ان اي اوكتت او هي بقى مش اوكتت هي اسمها جروب اي جروب هي عبارة عن اربعة صفار انت ممكن تعوض عنها بصفر واحد بس فاحنا ممكن نكتبه بالطريقة دي واحدed وبعد كده lives هو هنا بيفصل ما بين الجروب والتاني lives في الاب سور كان بيفصل ض لعنى هذه اربعة صفار فاعوض عنها بصفر اللي بعدها اربعة صفار فاعوض عنها بصفر اللي بعدها اربعة صفار برضو فاعوض عنها بصفر بعد كده اب زير وزيرو دعونا ننخلدي اي ا contro اربعة صفار عشان هنجرب حاجة بعد كده طيب بعد كده أربعة صفار فعاوض عنها بصفر بعد كده أربعة صفار فعاوض عنها بصفر بعد كده زيرو زيرو اف اي تمام فدي كده أول طريقة فاحنا كده قللناها متين أو الفين واحد وبعد كده زيرو 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 كده أربعة خانات خمسة ستة سبعة تمانية فهو ده هو نفسه الاي بي ده بس قللنا شكله شوي طب دي أول قاعدة ان احنا الجروب اللي كله أصفار بنحوله كله يبقى صفر واحد طيب فيه طريقة تانية أو فيه حاجة تانية عشان نقلل بيها شكل الاي بي ان احنا اي جروب من دول بيبدأ بأصفار يعني الاصفار اللي على الشمال في الجروب ممكن نشيلها خالص مش هتأثر معنا تمام كده طيب نجرب نقلله بقى عن طريقة الطريقة دي يبقى الفين واحد ودي صف كولوم سفر كولوم سفر كولوم اي بي صفر صفر دي في الآخر أصفار في الآخر أو في النص ما ينفعش أحزفها أنا اللي بحزفه الاصفار اللي على الشمال فقط طيب ده كده صفر كولوم سفر وبعد كده هنا في زير وزير وف اي فممكن أستغنى عن الصفرين اللي على الشمال وروح كاتب ف اي فأنا كده قللتوا أكتر طيب بعد كده قلنا بقى انت اي جروبز متتالية من الأصفار بتشيلهم كلهم وتكتب اتنين كولوم وربعض يعني ايه؟ يعني هنا مثلا الجروب ده صفر والجروب ده صفر والجروب ده صفر وكلهم التلاتة وربعض فأنا ممكن أعوض عنهم باتنين كولوم وربعض يعني هيتكتب بالطريقة دي متين وواحد بعد كده اتنين كولوم دول كده لتلات أصفار بعد كده اي بي زير وزيرو بعد كده زيرو زيرو اف اي فبقى معانا بالشكل ده يعني المنظر ده قل كتير جدا عن المنظر الكبير قوي ده طيب في سؤال بقى هنا دلوقتي أنا قلنا الأصفار المتتالية بعوض عنهم باتنين كولوم وربعض طيب أنا عملت ده هنا بين التلات أصفار دول طيب كان في هنا صفرين برضو وربعض بس ما عملتش أنا فيهم كده طيب ليه بقى تعالوا كده نتخيل لو أنا روح تعامل متين وواحد اتنين كولوم اي بي زيرو زيرو ودول الصفار وربعض فروح تعامل اتنين كولوم كمان وبعد كده اف اي هل الطريقة دي كده صح؟ الطريقة دي غلط طيب ليه بقى؟ لأن هو دلوقتي جهاز الكمبيوتر هو عارف ان IP version 6 مكون من تمانية جروبز طيب أنا عندي هنا تلاتة اتبقى كم جروب؟ اتبقى تلاتة او فضل لي تلاتة او سوري هنا تلاتة ففضل لي خمسة جروب عشاني وتمانية طيب الخمسة جروب دول بقى هوزعهم هو ماشي اتفقنا ان كلهم اصفار طيب هحط هنا صفرين وهنا تلاتة ولا هنا تلاتة في الجزء ده وهنا صفرين ولا هنا يعني جروب واحد بس فيه اصفار وهنا اربعة ولا هنا جروب فيه صفر واحد او جروب واحد فيه اصفار وهنا اربعة فهتلاقي فيه لغبطة فما ينفعش الطريقة دي اللي احنا نعوض على الجروبز اللي كلها اصفار ورا بعض باتنين كولوم ما ينفعش تطبق غير مرة واحدة بس يعني انا طبقتها في الثلاتة جروبز دول مش هينفع في الجروبز دول اطبقها لو طبقتها بين الاثنين دول مش هينفع بين الثلاتة دول يعني كان فيه طريقة تانية ممكن ان انا اعمل ألفين واحد وبعد كده زيرو 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 ا D زيرو زيرو وبعد كده الاثنين جروب دول اضمهم مع بعض واعمل اثنين كولوم فادين كده وبعد كده ف اي بي Shock الاي بي دة هو نفسه ال-IP ده هو نفسه ال-IP ده ما فيش اي اختلاف ما منه تمام فدي كده الطرق اللي بنقلل بيها الكتابة او شكل ال-IP version 6 بتاعك حلوة قوي يبقى انا كده اتعلمت ازاي اقرأ ال-IP بتاع version 6 او اللي هو IP version 6 ده ازاي اقرأه وازاي اقلل حجمه لو ينفع يعني القواعد اللي احنا قلناها ان اي مجموعة اصفار انا بروح معوض عنها بصفر الجروب كله اصفار فمعوض عنهم صفر واحد ولو فيه اصفار على الشمال جوه الجروب الواحد ممكن اشيلها عادي ولو جروب متتالية من الاصفار بعوض عنها باثنين كولوم فضيل بس دي بتتعمل مرة واحدة بس تمام